في هذا المكتب الكائني بمركز اتصالات الجزائر في بسكرة تحضر نورا برنامجها اليومي قبل الخروج إلى الميدان نجي أصبح بل عمال كامل نخرج الأوراق نتاحهم نوجد لهم الخدمة نتاحهم وكل فرقة عندها منطقة خاصة بها ومجال خاص به ومبعد ينطلقوا في العمل بعد التنسيق مع مختلف المصالح ذات الصلاة تخرج نورا لتصليح الأعطاب عبر مراحل قد لا تصل إلى الحل في المرحلة الأولى فتنتقل إلى مرحلة ثانية إلى حين الوصول إلى الحل تلقت نورا تكوين على مستوى المؤسسة فصار وجودها في الميدان أكثر من وجودها في المكتب أنا تخصص إعلام آلي تحاولت المصلحة التقنية لحبي للحركة والجديد وكل ما هو جديد وممكن الناس يشوفوا فيه تعب وتمرميد لكن أنا العمل التقني عشقي إذا أحببت شيئا أتقنته هو ما ينطبق على نورا التي عشقت مهنتها فصارت تتقنها على غرار زملائها التقنيين في المؤسسة ترجمة نانسي قنقر